اشتركوا في القناة لدينا الآن أسلاك الإشارة التي ستخرج من المتحكم بالمحرك وستسمح هذه الأسلاك للأردينيو بأن يرسل المتحكم الخاص بالمحرك أوامر بالتحرك وبأي سرعة وفي أي اتجاه وصلات الأرجل العلوية التي لدينا هنا كلها من إناث النوع لكننا نحتاج إلى وصلات ذكور بسبب الطريقة التي جهزنا بها الأردينيو لذلك سنستخدم سلكاً آخراً وسنقوم بإدخال السلك في طرف الوصلة ومن ثم نقص السلك للحصول على الطول المطلوب سنفعل ذلك لجميع الأرجل الأربعة ونجعل الأسلاك مستقيمة وقد يستغرق القيام بذلك بعض الوقت يجب أن يكون جزء من السلك مكشوفاً حوالي ربع إنش أو ربما أقل من ذلك بقليل من جديد لا يجب أن نترك أي أسلاك مكشوفة لذلك يجب أن تكون قريبة من بعضها أعتقد أن 5 مليمترات أفضل من 6 مليمترات فيما يتعلق بالوصلة على أي حال سنضع سلكاً أخيراً هنا ونحتاج لاستخدام الكماش لندفع هذه الأسلاك للداخل بعد ثانية سأحاول مرة أخرى لأجعل هذه الأسلاك مستقيمة وأضعها في مكانها ليس من السهل وضعها هناك في بعض الأحيان حسناً انتهينا من تثبيت الأسلاك وسنوصل الأسلاك الإشارة هذه بالجهة اليمنى من لوحة الأوردينيو وسنوصل السلك الأول بالمربط رقم 11 وسنوصل السلك الثاني بالمربط رقم 10 وسنوصل السلك الثالث بالمربط رقم 9 وسنوصل السلك الرابع بالمربط رقم 6 تتجه أسلاك الإشارة هذه من اليسار إلى اليمين بنفس الترتيب الذي تتواجد عليه في المتحكم الخاص بالمحرك في الأسفل